الارهاب وفلوله الداعشية يتلقى الضربات الموجعة واحدة تلو الاخرى على يد القوات الامنية العراقية بمختلف صنوفها منذ هزيمته الكبرى في عام 2017 ولغاية اليوم لكن اخر الضربات كانت قرب الحدود العراقية السورية التي لطالما شهدت بطولات وتضحيات القوات الامنية ضد تنظيم داعش الارهابي فمن خلال المتابعة والتدقيق ووفقا لمعلومات استخبارية استباقية دقيقة وبعد نصب كمين محكم ليلا تمكنت قوة من الفرقة 20 جيش عراقي من القبض على 31 ارهابيا جميعهم يحملون الجنسية السورية تسللوا عبر الشريط الحدودي قادمين من منطقة الرقة الى الاراضي العراقية بيان امني كشف عن ضبط 344 مشعلا بحوزتهم تستخدم في صناعة المتفجرات الى جانبي 140 استوان تحتوي على اصابع مادة التين تي شديدة الانفجار ليتم تسليمهم الى الجهات المختصة الجيش العراقي يبقى دائما وابدا سور للوطن وهذا ما جسدته قواته في منع الارهاب من تحقيق مآربه واهدافه الاجرامية لتبقى ارض الرافدين مقبرة لكل من تسول له نفسه زعزعة امنها واستقرارها فتأكيد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على استمرار العمليات الامنية وباشرافه المباشر في شرق العراق وغربه الهدف منها واحد هو تثبيت دعائم الاستقرار في بلد يتربص به الجميع اشتركوا في القناة